احنا رجعنا لكم توا باش نشوفوا كيفاش باش نحضروا الكيكو بوم اللي هي باش تكون غانفير سيم عانتها باش نحطوا اللي بوم بتاعنا ملوطة وبعض باش نحطوا عليها لابا غاية متاع الكيكو بتاعنا وبعض نشوفوا كيفاش باش تجينا الشكل متاحا كي باش نقلبوها انا هوني اخذت تباق متاعي عمتلو زبدة عمتلو فارينا باش نحط عليه تاويكا التفاح اللي سبق وخسلتو ونظفتو هاني بطريقة هذية قعدة نقص فيها كي باش نشوفوا كعبة كيفاش ما بعضنا شو قصوها هذية اللي بش يجي في الفن متاع المول اللي متاع اللي لقاتو متاعنا لليوم سهلة برشا ما تسحقش له بو كل شي بيجينا دي ما نحب نختار لي غسيت اللي حاجة سهلة اللي نسهلوا عليكم هاكيكا حتى اللي ما عندوش حاجة نقصته في داري نجم يعمل قاتو ويدالل بها صغيراتو انا توابش نحط بالطريقة هذية التفاح اللي حبي نحي القشرة اناحيها اما انا نحب ذهاب بالقشرة متاحة خاطر الاليف لكل موجودة في القشرة اذا كنا حين القشرة ما عاش فيها حتى شي باش نكمل بالطريقة هذية باش نكمل بعض نقص كعبة التفاح متاعي ونشوفوا من بعض كيفاش باش نحطوها هذية بالنسبة للفن دو تاخت توا نخذ الغيسي بيوم بتاعي باش نحط عليها باش ناخذ ثلاثة كعبات عظم بيكونو شو بيردين كونو بحرارة الكوجينة بتاعنا باش نحط عليها احنا كما سبقوا قلنا اليونيتي دو مزورة بتاعنا هي حكة الياغورت خاطر باش نستعملوا كعبة الياغورت في القشرة هذية دونك اخذيت حكة ونص السكر باش نصبها مع ثلاثة كعبة العظم وباش نحط عليها واحدة سكر فاني ونخلط ونبعب باش نزيد واحدة ياغورت ناتوري باش نعمل رشة ملح رشة صغيرة ملح باش نكمل نخلط باش نحط ثلاثة احكوك متاع الياغورت اللي سبقوا قلنا رانا باش نقيسوا بيها ثلاثة كعبة ثلاثة احكوك متاع فارينا باش نغرب لهم باش نكمل نحط واحدة اخميرة متاع جاتو بلا باش نخلطوهما بعضهم وما بقى لنا باش نحطو فيها كين الزبدة اللي هي مية وعشرين جرام زبدة ذوبتهم وباش نبدأ نحطها معنا نعملها ندخلها في الابا غيمتاعنا بسم الله شوية بشوية حتى الين تدخل كلها في الابا غيمتاعك وبعض باش ناخدو كعبة تفاح باش نعملها رابي باش نحطها في وسط الخاليط معنا تخليف خليف اللي باش نحطو في الفان ده تاخت فان ده مول ده قاتو متاعنا باش نعملو كعبة كعبة تفاح غابي اللي يحب لجوم تاع القرفة يكون معندها واضح وكل شيء ينجم يحط هوني في الابا غي شوية قرفة انا باش نحطها جسد من بعد فوق التفاح من بعد ما نكمل نقص ونحطها هذا المطلوب هذي التكستور المطلوبة احنا تواب نبقانا كي باش نزيدوها كعبة تفاح احنا الكل في الكل اخدينا خمسة كعبة تفاحة كيكا تكفينا اللي غسيت باش ناخذ كعبة تفاح باش نزيد رابيها ونحطها مع الابا غي دو كيك متعنا وبعد باش نحط شوية قرفة شوية سكر اسمر ولا حتى مش لازم معندها انا جس نحط السكر باش يعطينا كالبريانس باش يعطينا كالكلورج هكا دوغي يبدأ شوية كيكا يتعطينا منظر اكثر في القاتون بعد ما نقلبوها ونكمل ونحطوها معندها في المول ونحطوها على ميو ثمانين درجة للمدة خمسة وعشرين دقيقة تلاثين دقيقة كيكا احنا كالعادة احنا والفورمتانا استويس صغيرة جست نحطوه سكينة باش نعرفو معنا كان خرجت شيحة راهي راهي تابت كان ما خرجت شيحة راهي ما زالت هذيكا هي الاستويس الصحيحة كان مش نعطيكم الوقت كما نعرفو كل واحد والفورمتانه دونك هذيكا هي الاستويس اللي نعرفو بها القاتونتانا تابت انا تعطي الكلمة للفاتمة ونرجع لكم بعد شوية يعطيك الصحة شيف راوية مشكورة نرجعوا لهنا للبلاتون صيوفنا اللي يحضروا معنا باش نتحطوا معكم بعد قليل على الدورة السابعة للأيام العلمية للأمراض الحيوانية العابرة للحدود تحت شعار تدعيم مراقبة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود اليوم العلمي هذي شنو اللي فيه شنو اللي باش نتطرقوله من خلاله الهدف من اليوم العلمي هذي اللي من خلاله باش يتم مراقبة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود شنو نقصده بها وبش ناخده أكثر تفاصيل يحذر معنا سيعمر حاج سيلم هو ممثل عن مخابر الأدوية أهلا وسهلا ومرحبا بك شكرا مع الحضور شكرا لك سيعمر مرحبا بك مخابر الأدوية اللي أنت ممثل عليهم في ألمانيا في ألمانيا واضح جدا دورة السابعة هذه للأيام العلمية للأمراض الحيوانية هل نتحدث من خلالها على الأنفلونزا على كوفيد 19 هل أنه نتحدث على الأمراض الحيوانية اليوم اللي كلها الهاش أين 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 اللي كل مرة تظهر في بلاد والمراض هذي أحيانا يكون قاتل وتكون معناتها المصدر الأساسي متاع ومصدر حيوان إحنا اليوم حابيت نقول لك اللي غدوة دونك 29 سبتمبر مشتنع قد الدورة السابعة للأيام العلمية للأمراض الحيوانية العبر الحدود مش شرفنا صيد وزير الفلاحة والموائر المائية وصيد البحري بش يفتتح اليوم هذا العلمي اليوم العلمي هذا مش نتناول فيه عديد الجوانب من أهمها هي الأمراض العبر الحدود اللي اليوم شنو نقصد بيها يعني ما عادش فيه حد اليوم بابين الأمراض الأمراض الإنسان ومرض الأنسان ومرض الحيوان اليوم كيجي تشوف فيه 60% من المالادي الأنفكسي شرع الشي اللي هم يتسمى السيارية المعطية أمراض المعطية السيارية بتاع الإنسان متأتي من الحيوان 60% يعني فما تلسق كبير بارشا بين الأمراض ما عادش فما فارق وهذا يا تود فاصل ستا ستا سلوغان اللي تنادي به المنظمات العالمية منظمة الصحة والمنظمة الصحة الحيوانية منذ زمان وهذا ستا سلوغان اللي دجا نادى به الدكتور شارل ميريو اللي هو سلو بير دول اندستوري فارماسيوتيك منذ تقريب فمئة وستين تسعة وستين دونك إلا كوفيرمي مع تأكد اللي رأو الأمراض منتع الانسان وامراض الحيوان يعني لسقين بعضهم برشا وما فماش حتى فرق وبالعكس اليوم بعد تقريب يجي أكثر من 25 سنة اليوم تتأكد دو بلوس وان بلوس لفينومين هذا طيب جدا سيعمور حرسليمين ما مدى صحة أنه يتقال أنه في العالم ثم معناتها نجم نقوله لهنا أكبر شركات الأدوية اللي تعمل أبحاث والتجارب هي اللي تعمل الأبحاث والتجارب هذية على الحيوان ومن خلال الأبحاث هذية يتم اكتشاف مرض ويتم تصديره فمتلك للبلدين باش من بعديك الشركات هذية العملاقة اللي متسمي عليها الأدوية ما عندها تخلق لها لعلاج متاح شوف أنا يظهر لي انتشر الخبر برشة في الكوفيد ولكن موقعش تأكيده لمن منظمة العالمية الصحة لمن حتى منظمة أخرى خطر ما نتصورش كأنه ما نجمش ننفي أنا ما نجمش نقول لك صفة قطعية معناتها مش صحيح كما ما نجمش نقول لك صحيح لأنه مخطر ياسر معناتها للكلام هذية باش مخبر يخلق المرض باش هو يتاجر فيه ما نتصورش لأنه فهم منظمة قاعدة تراقب معناتها في التحركات معناتها المخابر اللي يتصنع في الأدوية ما نتصورش معناتها بيستوصل للدرجة هذية وينجم معناتها مخبر ما أي مخبر ينجم معناتها يعملها كما نتصورش طيب جدا الأبحاث والتجارب اليوم شنو أعتاد بالنسبة المرض الأنفلونزا المرض الهش آن آن وغيرها من الأمراض اللي عشنا سنوات وأنه نسمعوا بيها ويقولوا ردوا بيلكم وراوا في الفترة الفلانية وثم إصابات في العالم وراوا ممكن أنه توصل للتونس وغيره احنا في الأنفلونزا في تونس قاعدين اللق ومعناش مشاكل تا أنفلونزا في الطيور عنا دو طنز وطن فما دي باساج دي انفلونزا في الزيلفاج يعني اللي موجودين بتاع الجيش أما معناش حاجة معنطها اللي تلفت الانتباه واللي تثبت للفلاحة واللمربين في خسارة فاتحة وكبيرة برش لكن هذي مرض متوجد في العالم كامل الانفلونزا تيور الحاجة البياسة يكون فما اللقاحات والناس قاعدة تلقح ضد الانفلونزا تيور وقاعدين متمكنين باش نسيطروا عليه معنطها في جميع المجال كما معنطها الأمراض اللي كانت منتشرة في علاقة بجنون البقر واللي أثرت على الثروة الحيوانية في حد ذاتها دوكنتوما الهدف من هذا اليوم العلمي حول الأمراض الحيوانية العبر للحدود شنوه بالضبط؟ والله الهدف هو أول حاجة فما شراكة ما بين القطاع الخاص والقطاع العام طيب المخبر قطاع خاص ونحن نعمل في اليوم بالشراكة مع منظمات العالمية ومع عدة معلتها إدارات معلتها في المجال العلمي اللي متواجدة في العالم سيديري فيرونس مع تأنيشي الموديال ونعمل فيه مع وزارة الفلاحة ومع إدارة الصحة الحيوانية خاصة الهدف منه هو معلتها تمكين الأطباء المتواجدين في تونس على اطلاع على آخر التطورات الموجودة في المجال العلمي البيطري في مجال الصحة البيطرية بصفة عامة وهم المجالات اللي مشيقة التطرق لها هو في اليوم العلمي هو أول حاجة التغييرات المناخية التغييرات هي تأثر على الصحة الحيوانية تأثر على الصحة الحيوانية بصفة كبيرة تداعيات كبيرة على الصحة الحيوانية عندك تأثيرات متاع الكوفيد ديجا اللي عاملت تأثيرات كبيرة برشا معلتها على الصحة الحيوانية لأن الأطباء معاشين نجموا يتنقلوا وفم لباريير سانيتير اللي موجودة معادش حملات تلقيح تقوم بها معلتها بصفة عادية يوجد دي 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 معتك بار برشا الفترينير تحدد وليت الناس معاش تعيط الفترينير لو فترينير بيدو خايف على صحته والفلاح خايف على صحته وكل واحد قعد في بلاسته والأمراض هي ما قعدتش في بلاسته قعدت تتنقل وتتشر راهوا معناتها بدرجة معناتها سريعة ينجم ينتشر ويصيب الإنسان هنا نتحدث على دي الكلب نتحدث على أمراض معنات اليوم الكليب السائبة الموجودة في تونس معتوين تخرج تلقاهم منتشرين اليوم اليوم العالمي لمرض الكلب حشين وحشين اليوم موجود أنا نتصور إن شاء الله ما يقعدش كان شعار معناتها مش في تونس برك حتى في العالم حتى في العالم معناتها تكاثر معناتها تكاثرت برشا معناتها الإصابات بديه الكلب في بلد مجاور يجيج جمعتين معناتها صارت مشكلة كبيرة يسر معتك يا فيليب كوليب بوكو دانكر معتها مرأة كبيرة فرنسوية فهمت هذا مشكلة كبيرة برشا معناتها ويلزم معناتها تغييرات في المنهجية متاع مقاومة مرض من النوع هذا اللي يصيب الإنسان واللي عنده تأثير حتى على السياحة في بلاد نحنا بلاد سياحية كيف يسمعوا السواح اللي يفهم معناتها الفينومين دولاراج اللي تنسوركولاسون في بلادنا ويخرج السياح ويلقى الكلاب منتشرة معناتها هل يزم يعملوا لهم دجا معناتها أنا من جمش فسا اليوم من ناحية معناتها كونوا اقتراح تتنجم أنت تقول راهوا لازم يتم إيواءهم في مكان معين حتى ما نقتلوهم معنا نضربوهم معاديش القتلين كان قبل القتلين كان قبل منظمات معاديش يحبه اليوم البلديات معاديش تتحرك الكلاب السائبة بارتو هي المشكل اللي موجود ولو أنا مانيش بيتاري ومانيش من حقي باش ندخل في الموضوع ذايا ما نقول لك في كلمتين في عجالة اللي المشكل ذايا تفاقم لأن الأطراف المداخل برشا ما بين البلدية طبع وزارة الداخلية ما بين وزارة الفلاحة وما بين وزارة الصحة وكل واحد يرمي في الجهال نحن نحن يجب أن يصرف كل واحد يرمي في الكرة كما قلت أنت سمحني ولا نقدم ولا نقدم كل يوم عدد الكلاب السيبة الموجودة كما قلت في وسط العصم وليس في الريف وسط العصم نظم صغار تحرك تهرب تعرف الكل وقتها اللي يتهرب يجري وراء نجم يتعرض لعضة كلب وقتها شكون شكون المسؤول واضح وهنا الأمراض اللي تنتقل عن طريق الحشرات سيعمر وهنا انتو ما خصصتو لهم زيدا جزء باش تتحدثوا على المجال هذي يا زيدا أحنا الأمراض اللي مش فما أبحاث أثبتت اليوم جدوى علاجي باش تقلصوا في عدد الأمراض المتنقلة عن طريق الحشرات ما نجمش نجوبك على الموضوع هذي أنا مانيش مختص في الموضوع هذي أما يبدو أنه فما هدت بوحوث في الميدان هذي خاصة بالأمراض اللي تتنقل عبر الحشرات اللي موجودة برشا كوسوسوال أمراض اللي تمس القطيع بصفة خاصة كما مرض البلوتونغ معاتها مرض الليسان الأزرق اللي يعمل دديقاء كبيرة برشا معاتها في الزيلفاج سوغلو بلون إيكوناميك معاتها في المجال الاقتصادي وإلا عدة أمراض أخرى اللي تتنقل كما لشمينيوز مثلا واللي تتعدى للإنسان في نفس الظرف فما عدة أمراض فما عدة مجالات قاعدين الأبحاث فيهم متقدمة بصفة كبيرة برشا واللي قاعدة توري اللي الحشرات يكونوا ينقلوا في المرض بصفة كبيرة منظمة العالمية للصحة الحيوانية الدورة متاحة اليوم هل أنه في خلق معنتها نجم نقوله معنتها في استراتيجيا في توصيات وإلا زادة دورها في أنه زادة تساعد المخابر هذه العالمية اللي قاعدة تخدم على الصحة الحيوانية في أنها معنتها تساعدها بش تقلص من خطورة الأمراض المنتقلة عن طريق الحيوان مجالها ما وش مجال تتابع المخابر اللي متكلفة بتصنيع الأدوية المنظمة العالمية للصحة هي تعطي كما وقت الكوفيد في مجال الصحة الحيوانية تعطي تقلص من خطورة الأمراض المتحدة تعاون البلدين اللي في حاجة لننقدر ماهو على صحة الحيوانية أما ما تدخلش في مجال تصنيع الأدوية ولا تصنيع اللقاحات عن طريق المخابر طيب جدا هنا العلمية الأمراض الحيوانية العبر الحدود بش تكون غدوة الموعد غدوة تحديدا في أحد النزل بالعاصمة وبش يتم التطرق لعدة مجالات أهمها كنا تحدثنا عليها في نقاط ومن خير الأسألة زيدا اللي اترحتها والهدف الأساسي من هذا كل أنكم تدعموا التكوين المستمر للإطار الطبي البيطري وتمكنوهم الاطلاع على آخر التطورات العلمية والمستجدات في مجال الطب البيطري طيب جدا إن شاء الله بتوفيقها لكم نشاء الله نكونوا في المتابعة زيدا متاع اليوم هذي اللي هو هام جدا ويهم سواء كان الأطباء البيطريين وإلا زيدا الأطباء الصحة العامة اللي خطر كل شيء مربوط أنا أخطلك 60-65% اللي تمس الإنسان مصدرها الحيوان معناتها يعطيك نظرة اللي الأمراض الحيوانية معاتها هامة وهامة جدا شكرا سي أعمر حاج سليمان ممثل عن شركة الأدوية الألمانية تحضر معنا اليوم في برنامج نسمة صباح نواصله معاكم بش نتحدثوا في مجال محنش بش نبعدوا برشا على الموضوع هذي لكن بش نتحدثوا على تونس تحديدا وقافة عاني منها في مدة وجيزة اكتشفنا نقص كبير في الأدوية في تونس الأدوية الحياتية اللي معنتها كل شخص مينجمي بش نشوفوا أكثر تفاصيل نستقبلوا بحدينا ضيف يتحدث على الموضوع هذي لكن قبل هذا نمشي معاكم للقصرين وين موجودة زميلتنا ناديا ارتيبي بش نتحدثوا على قافلة صحية لأطباء العيون اللي يتنقلوا على عين المكان في المناطق يحاولوا أنهم يعملوا جغنيد ودي بيستاج ناخدوا أكثر تفاصيل مع ناديا ارتيبي مباشرة تنسبح النور تحية طيباليك فاطمة لكل مشاهدي نسمة الصباح طبعا جيمكي نحكو على العمل الإنساني والحركات التضامنية لا تحصى ولا تعد اليوم نحكو على جمعية صديقة القصرين اللي منذ 2017 تقريبا كان لها حضور شبه دائم بولاية القصرين كل عودة مدرسية تقريبا تتكفل بمئات تلامذة من معاينة للقيسان انذر لتوفير معناها النظرات الطبية وخاصة لتلامذة المناطق اليوم في ولاية القصرين من جديد تزورنا جمعية رؤية من أجل الحياة لتزرع الابتسامة في صفوف تلامذتنا وخاصة الصغيرات اللي عندهم برشة نقص انذر أو زيادة في انذر ولكن ما تمتعوش به نظرات طبية إلى الآن معناها اللي ضر العيون متاحهم اليوم جمعية رؤية من أجل الحياة كما قلنا من 2017 كانت حاضرة في تونس كل منها وولاية القصرين كانت عندها تدخلات لأكثر من 20 ألف تلميذ على مستوى وطني وقرابة ألفين تلميذ بولاية القصرين اليوم عنا ما بين قامس اليوم 500 تلميذ أو أكثر تمتعوا بخدمات جمعية رؤية من أجل الحياة طبعا التنظيم والتنسيق كان من قبل المندوبية الجهوية للصحة بالقصرين اللي تنسق بشكل دائم واللي تسعى بشكل دائم إنها تحضر في أريف القصرين وإنها يكون حضورها في المدارسة الريفية بشتنقذ كل تلميذ موجود في كل مدرسة سواء في طب العيون أو في غير ذلك تحضر معنا السيدة نجلة خليفة رئيس جمعية رؤية من أجل الحياة مدام نجلة لو كان نخذ من وقتك بعض الدقائق نحكو اليوم على تدخلاتكم الحالات اللي قاعدين نشوفوا فيها المقالات وكيفاش تعاملتم معها ومشنوة بش اللي يستحق مثلا التدخلات أكثر طبية أكثر كيفاش يتعامل معها مرحبا بي يعيشك مرحبا بيكم الكل اليوم جينا للقصرين كيف كل سنة دراسية دكتور شعباني ودكتور داليل محمدي وقع عن طريقهم فحص مجموعة كبيرة تقريب 600 تلميذ وقع فحصهم في الطب المدرسي في المستشفى القصرين تلميذت هذوما نظرا الظروف ما يقدروش بيش يشريوا مريات والكادر وكل دانك عايتونا بيش جينا اليوم مشن لمدناهم الصغيرات هذوما أمس عادين تقريب على 206 صغار والبقية اليوم احنا ننتظروا في القدومة متاحهم بيش ناخدهم لهم القيس اللي كاك بي بلاغ اللي هو بين الحبة والحبة متعلعين بيش وقت نجيوا نركبوا البلار على المنتور نستحقوه هذيك اللقيس هذيك وكل صغير عنا كولكسيون بتاع ديكادة ديمانتور كل صغير نشوفوا لشنو الكادر اللي يتماشى معاه كانت عندكم داخلات كبيرة في القصرين في تونس الكلو كان نحكو علىها نشيرونها هي الجمعية رؤية من أجل حياة ناشطة من 2017 على جميع وليات الجمهورية وخاصة في المناطق الداخلية وين ثم لطب العيون من نقص كبير ثم والصغير ساعات يقعوه بشهور المواعيد وأحيانا يجبون حتى 100 كم بش يوصل للسبيطار بش يعدي احنا نعملو في الحملات هذو ما لمدوا الصغيرات في مدرسة ونجيبوا الصغار اللي عندهم ضعف البصر اللي الطب المدرسي يشايفهم ويعطيونا القايمات يعملو هما بخوميديا بيستاج ويلمدوا الطباء مطوعين ماشاء الله حمدوا اللي موجودين كوسوسوا في السبيطار ولا حتى الطباء تلقاه لبر براتيك عنده العيادة متاعو يتنقلوا معنا ونحنا نوفروا الماتيريال اللي قيسوا بيها بطباء عنا تخوزة بغي والمانتير والكادر كل من عند الجمعية يمشي للتلميذ هذا نوع من الحملات هل عندكم معناها التحركات هذا نوع من الحملات اللي نقوب بها وقت اللي بش نعدي عند الطبيب الصغار مازالوا معديوش وكيما توا حالة في القصرين وصارت في قفصة وفي سفيقص تلقاها من صغار معديين في الطب المدرسي كيما توا في القصرين من شهر جمع الصغار يعديو تلمدوا 600 تلميذ وصلوا دخلوا لقرية ومازال ما قدروش بشيشري ومريت هيدو مصغار عن طريق الليدر الجيهوية الصحة هون في القصرين مشكورين على التنظيم الموجودين الممبر وسيعبد الغني ينظموا الحملة هذي ونجيو من سفيقص وننخذ لبرز دمزور وجمع ماكسيموم جمعتين المنتور يرجع الصغيرات يتوزع لهم شكرا لك هذا تدخل إنسان كبير ونثمنوه وإن شاء الله كل جمعيات تمشي على النساق مرحبا جيزت فكرة قتلينتي العمل المتاعنا من 2017 ثم قربات 20 ألف تلميذ تمتع بنظرات طبية مجانا وفي الناس كوليغة 2021 2022 ثم 5600 و25 تلميذ تمتعوا بنظرات مجانا من عند الجمعية وإن شاء الله السنة مازالت حتى في وليت القسرين ثم إن شاء الله عملية أخرى مش نقوموا بها في بعض الجهات بش ندخلوا المناطق الداخلية إن شاء الله سيدة نجلة كي بش نرافقوكم خطر عمل مهم جدا ونعرف ونحن وضعيت اللي مداتنا في المناطق الخريفية مش نخطر مع الدكتور عبدالغني شعبين المدرجية والصحاب القسرين ونعرف إنه نحن دي معنا مشاكل في طب الاختصاص منها ونحب نشكر التلبسة الوطنية لتغطيتها على هذا التظاهر هي في الحقيقة نحن إدارة الطب المدرسي والجامعي في العطلة الصيفية كانت تعمل على تقصي نقص البصر بش العودة المدرسية 22-23 تكون تدخلاتنا من أول الثلاثي الأول وخاصة حوالي 700 تلميذ فيهم 600 تلميذ عنده يعاني من نقص البصر هذو ما اخدمناهم في العطلة الصيفية وحذرنا بالتنصيق مع الجمعية رؤية من أجل الحياة ومشكورين مشي أول مرة باش نتعاملوا مع بعضنا خاطر تتعاملنا مع بعضنا في السنة الدراسية 21-22 وقمنا بعديد يعني تنقلنا المعتمديات والأرياف منطقة فوسانة معتمديات فوسانة حيدر والعيون وتالا حاسي الفريد القسرين الزهور والشمالية الجنوبية كذلك ويعني المعتمديات لكل يعني زرناها وهو التقصي نحن بخلاف توفر وزارة الصحة حوالي ألف نظارة طبية ما زال نقص يعني الوليدات يعني يستحقوا النظارة الطبية وما يخلطوش باش يقتنوا النظارة الطبية هذه وخاصة تعرفوا يعني العائلات المحدودة الدخل هذوك الكل نحاولوا باش نوفروا لهم الوليدات وباش يعدوا سنة دراسية من أول العام يلزم عنده نظارة طبية ونظر يعني عادي باش ينجم يكمل سنة دراسية لحالات معناها عندهم ببعد نظر كبير معناها ما لبسوش جملة اليونيت وذي أثر بطبيعة على التركيز متاعها هو تعرف أنه في أثناء الجايحة حتى يعني زيارات تنتعي الطب المدرسي والجامعي نقصة فكل الجايحة يعني ما تعملش الطب المدرسي والجامعي كما يلزم في السنتين اللي فاتوا ويعني موقعه حتى في السنة الأولى من جايحة كوفيد ديزناف موقعه توزيع نظرات طبيعية نظراً لظروف متاع الجايحة إن شاء الله نتلافهم إن شاء الله بخروج الجايحة كوفيد ديزناف وسنة دراسية والجامعية 22-23 لتكون أحسن بالتنصيق مع الجامعية رؤية من أجل الحياة خاطر نحن توا برمجنا إن شاء الله في القريب العاجل نخدمه مجبل عباس وفريانا والولدات تلانذا نمشون وتنقلونهم وتقصي نقص البصر خاطر نعمة من نعم الله وإن شاء الله ربي جزيهم خير الجماعية في توفير النظرات الطبية في وقت قياسي شكراً لك دكتور عبدالغني الشعباني طبعاً حركة نبيلة تذكر فتشكر أيضاً الشكر موصول للرئيس الطب المدرسي والجامعي بالقسري دكتورة دلال محمدي اللي تسعى جاهداً إنها تحضن أو تكون مؤلمة ببضعات كل الأطفال أينما وجدوا هذه التظاهرة مازلت متواصلة وإن شاء الله رفقهم في معناها تظاهرات لاحقة أيضاً تكون موجهة بالأساس إلى أطفالنا في المنات خريفية اللي يشكوا نقص كبير في كل المجالات وفي كل الميادين يعطيك الصحة مشكورة جداً نادية زميلتنا من القسرين شكراً لك على خطر كل مرة تعطينا جديد وكل مرة تكون صوت الناس والمواطنين اللي موجودين في القسرين وتحاول أنه تعطينا كل المعلومات اللي تهم الجهة بالقسرين بعد قليل أيضاً بشنمشو الجابس مع زميلنا خميس بوبتان لكن قبل هذا كل بش نتحدث الآن في موضوع هام جداً اللي هو نقص الأدوية في تونس ما هي الأسباب لماذا اليوم نتحدث على ضرورة ترشيد استهلاك الأدوية وهذا كان تحدث عليها وزير الصحة خلال ندوة صحفية نتحدث اليوم على نقص الأدوية أدوية حياتية هل أنه هو رفع تدريجي كما قاعدين مع أنت بعض المنتوجات ما هيش موجودة في الأسواق ومبعض تتعاود تطرح وتظهر بأسعار غالية هل هو مشكل مع المزودين مزودي الأدوية اللي هما اليوم ما زالوا ما خلصوش في علاقة مع الصيدلية المركزية برشة الحقيقة كلم يتقال لكن اليوم نحاول نفع مؤكيد مع ضيفنا اللي بش يحضر معنا اليوم سيتارق الهمامي رئيس نقابة تصنيع الأدوية أهلا وسهلا ومرحب بيك وشكرا على الخضور عسلامة ومرحب بالسيدة المشاهدة اليوم ثم جوغنية جاء في معرض الكرم دونك بش يكون فيها زيدة نقابة الصيدلة معناتها جوغنية كبيرة احنا معناتها كنا قد اتصلنا بنقابة الصيدلة أيضا حابناهم يحضروا معنا بش نجموا نفهم وزيدة المسألة هذه لكن يتعذر عليهم الخضور لأنه اليوم ثم الندوة هما منظمينها ويشرفوا عليها نقص حد في الأدوية يهدد حياة المواطنين نشوفوا التقرير المصور ثم نرجعوا البلاتون فقدين بعض الأدوية هذي عندها سنوات كل مرة ثم دواية تفقد وصحيح موجودة العمل وديما مربوطة نرجع كما قلتك من لون نفس المنطقة متاعينا اليوم نحنا ما نصنعوش في الأدوية ونصوردوا فيهم وصارت معناتها مشكلة في التوازنات المالية خلت للي ربما ما نجموش نجيبوهم في الوقت المناسب وإشكاليات يلزم يلزم ويقع حلها معناتها يلزم لانتباه لها والناس تخدم وتحاول تحل المشكلة وشنو الحل ما تمش حل هذه الطماء الكبرى هذه الطماء الكبرى يعني شنوه لها أنت حكمت على المريض معناتها الله يشفي الجميع سعى أقبل كل شي حكمت على المريض معناتها متتقول له و مفإميشék الدواء كان نقول المرة موت معناها هذا التي الميل التي وصلنا فلوس أو Starbucks والشي ran yan الفلوس وين هو دواء؟ معناها دواء من الأساسيات نحكي على حق العيش نحكي كيفاش حق العيش يحكي عليه انتي مش مغفر له دواء ومش مغفر له مسحات ومش مغفر له ديو كلينيك تابعين الدولة ومش مغفر يعني يمشي للخاص وفي الخاص طبعا ما فماش صور انا دواء فما دواء تجيبوا فيها من برا دونك الدولة تعجز باش تخلص دونك خليها خليهم بلا دواء كاوش باش تعمل له مدام الدولة بلاي بك الدواء فيها اربعة حرامش كانوا فيها عشرين حربوش بتاواء عملوا فيها خمسة حرامش وزادوه في السوق ولا تريب الواكثر من التريب فهمت من اللي كان عشرين حربوش بثلاثة الاف ولا خمسة حرامش بعشرين ديناء هاي فهمني كافية فهم يا أخي هذه دولة تعاون المواطن ولا تعافص على المواطن تحب توقت له يحبوا يعيشوا وحدهم كان يحبوا يعيشوا وحدهم خلينا يخرجونا يرمونا في البحر يرمونا في الصحر يسايبونا لحدود خلنخرجونا مشا الدول الأخر باكو أنا نستعم في سانترون عندي عملية القلب نستعم في سانترون باكو في خمسة شمائة حكاية فرغة حكا أقول لي خمسة شمائة فرنك انتي توقفودي تعرف معتا واحد كما نشروب في سانترون معتا جباي جاري الدم جي جلت عادي جد بعلا خمسة شمائة فرنك معتا هنا حياتي مرهونا في خمسة شمائة فرنك دينار وخمسة شمائة حق كعبة كانت معنا تزيد الدولة هذي تحرمني منه ما نزيدش نكمل معاك معنا يضول هنا ما نزيدش نكمل أذي قابتت حاجة راوة خمسة شمائة فرنكو باكو سانترون نمشد عليه الصف معتا نمشي العدي ونزيد نشد الصف في الفرماسي متاع سانترون متاع السبيتار ونزيد يقول لك معناش معتا نهار يمعقوب وعصب وصف ونزيد نمرض نمشي غاديكا ومناقاش دينا نمشي مش معاك أذي كله جاوزناه نمشي نشريه ما نرقاش يا صاحب يشانت يدفنونا يا صاحب يدفنونا عملونا حال شوفونا حكاية ولا العظيم نرجع للبلاتو لحقيقة اشكالية كبيرة متعلقة بالنقص الكبير متاع الأدوية في علاقة بأدوية حياتية معناتها تيموانياج متاع الشخص اللي قال أنه حياتي مرتبطة بالدوية هذيك إذا كان ما هوش موجود أنا معناتها ما نجمش نكون موجود سيتارك بش ننطلق من المتينوانياج متاع العباد اللي سمعتهم دجا دونك يقول لك حياتي مربوطة بالدوية معين الدوية هذيك ما هوش موجود في تونس شو الأسباب اللي خليتنا اليوم نوصله أنه الدوية مش موجودة الدوية ما هي الشكل تعوض الدوية لا الدوية مش موجود كريمان لا هو للي عوضوا نعرف متحررش برشة مش تتحدث فيه الموضوع هو مشكل موجود معنا ما نجموش نقوله اليوم ما فهماش مشكل متاع تواجد بعض الأدوية في تونس المشكل موجود ويلزن القاول وحلول هذي ما فيه شك أما ديما نرجع اللي المشكل الناس تعمن فيه بصفة عامة هالورقة هو فهم حلول اللي موجودة توفي السوق مثلا فهم عديد الأصناف اللي عندها بدائل كما قولوا جانيسها موجودة في السوق التونسي مثلا نجم يكون المنتوجة ذاك مفقود أما فهم منتوجات أدوية أخرين مصنعة محالين ولا مستوردة اللي عندها نفس التركيبة والنفس المادة الفعال واللي موجودة وللمواطن قدرش مرأة ميحبش أخذها مثلا ولا يتحرش بشي أخذها اللي هنا بش نقول لك سياسي تارق أنه ثم برشة دويات مثلا متعلقة بالناس اللي يعانيوا من الدبريسيان من الاكتئاب وغيره كانوا يخذوا في أدوية اليوم يقولون لهم ثم أدوية جانيس جربوا ثم برشة جربوا للأدوية الجانيسة يقول لك يتسبب لي في تعاكرات صحية سمنة بيرتورباسيان وغيره دونك اللي هنا شنوة شنوة معنتها تعليقك على النقطة هذي أنا مع كل احتراماتي للناس اللي أنا ما نصورش على خاطر أي دوية تحط في السوق التونسية عنده رخصة متع الترويج تحتها الوزارة الصحة ومن أحكي لكش الملفات اللي قدموهم اللي قدموهم حتى المخاب الأجنبية بيش ياخدوا رخصة متع الترويج في السوق التونسية وكل الضمانات توفرها وزارة الصحة قبل ما تعطي الرخصة الترويج للمنتوج هذيك معناها حاجة كبيرة يسر فما يمكن الجانب النفسي يمكن معناها هذي يلاحظوه خاصة عند الكبار مثلاك يتغير له الدوية النجم يعمل له شوية أما جالب نفسي أكثر منه جانب فعلي يعني متع الدوية معناها هذي في أغلبية الحالات يعني يمكن فما حالات شادة ولا فما مشكل في المزاودين اللي يجيبوا دويات التنجم معناتها وهذا يتقال معناتها حتى على لسان رئيس نقابة الصياد للي كانت تحدث أنه قال لك المشكل أنه صيدالية المركزية ما يش قاعدة تخلص في المزاودين صحيح موجود مش ما يش قاعدة تخلص في صيفة متلقة في المزاودين أما قاعدة تخلص بالتأخير وهذا الموضوع يرجع للسنديق الاجتماعي وانسع المنظومة لكل متع الصناديق الاجتماعي خدرت أخواندي كانت تأخو الصيدالية المركزية الفلوس اللي تسالهم للعباد أكثر من الفلوس اللي هي مسالة فيهم معناها المشكل في الخلاص متع الصناديق الاجتماعي هو بتبيعه معنات الصيدالية المركزية تستنى زيدا حتى الصناديق الاجتماعي تصب الفلوس من عند الأشخاص اللي هما دائنين لها يعني حلقة مربوطة بعضها حلقة مربوطة بعضها ومتوقفة على الفلوس متوقفة على الفلوس فما مجهودات كبار الدولة متنجمش تضخ فلوس للصيدالية المركزية قاعدة تضخما بطريقة غير كافية ما قاعدة تضخ كل شهر وقاعدين يخلصوا أما بطريقة غير كافية المزاودين معاش عندهم الثقة في تونس انهم يعطيوا الدواء بعد يقعدوا يستنىوا حتى اللين يخلصوا قاعدين يقيسوا قاعدين يحكروا قبل كانوا يعطيوا كان ثقة كبيرة بعد بالوقت ثقة تنقص شوي فما اللي قاعدين يواصلوا فما اللي ينقصوا فما اللي ما عادش يعطي في الأدوية أما أغلبيتهم قاعدين يعطيوا أما بكمية تقل يمكن معنى هدايا اللي هدايا اللي هدايا اللي سنرجعون تحكيت بكري على الترشيد معنى فما حلول اللي نجموا نقدموها في الظرف هدايا صعيب اللي تمر به البلاء هو كين تحدث وزير الصحة تحدث على نقطة معينة اللي قال معنتها يجب ترشيد استهلاك الأدوية واللي نعتبره أنا تصريح خطير هل أنه اليوم ما وصلنا أنه يجبنا نرشدوا استهلاكنا للأدوية وشو معنى ترشيد استهلاك الأدوية ساعة نعم نعرش عليها شو يقصد بالضبط هو ترشيد استهلاك للأدوية أما أنا نفهمها إلا كان ما فهميش سنف نجمو نغيروه بسنف آخر معناها نخدمو بالأدوية الموجودة في البلاد أكثر منه يجب كل شيء يجي من بره مثلا ونعاوله أكثر على الصناعة المحلية نحن نفهمها هكيك ما نفهمهاش باش تنقص من الدوية اللي استهلك فيها العباد خاطر المريض يجب أن يأخذ دوية باش في الدوية ذاك ما يختلفوش فيه اثنين حتى وزارة الصحة والسيد والزير ما نجمش يقول نخليو الناس ما تبرعش بطبيعة الحال موش ممكن هدايا في حتى وزارة صحة في العالم أنت تحدثت سيتارك على الصناعة المحلية إذا كان برشة أدوية متعلقة بالأمراض المزمنة مقطوعة وما هيش موجودة وما هيش قاعدة تجي من الخارج عليش ما يتمش الترفيع في إنتاجها في تونس من خلال للا بوغتواغ التوينس أولا نحب نقول لك الصناعة المحلية توفر اليوم 75% من الكميات المستهلكة في تونس معناها قايمة بواجب كبير 75% والباقي 25% نستور دوفي واختش قدش كنا قبل هي كل عام قاعدة تقدر معناها كل عام تقدر وحنا بضبطنا 77% معناها 3 أربعين قلصنا من التوريد قلصنا من التوريد وقاعدين نركزوا على إنتاج المحل ويجب أن نركزوا أكثر خاطر الحل بالنسبة لينا في الإنتاج المحلي أكثر أغلبية الحل في الإنتاج المحلي طيب نقول لك كيفاش الإنتاج المحلي نجم يصنع فما أدوية اللي فيها براعة اختراق اللي ما نجمش نصنعها المصنعة التونسي سوبروفي اللي هذي كمحمية هذي كمحمية يجب الصيد دليل المركزية ما نجمش نقلدوها يجب الصيد دليل المركزية جيبها فما أصناف أخرى كما الدوية اللي حكي عليها السيد سانترون اللي هو مدعم بطريقة كبيرة من السولات التونسي بخمستاش مية بخمستاش مية بخمستاش مية فرنك الدوية هذي نجم نصنعوها أنا كمصنع عليش منصنعوش خاطر بخمستاش مية نخسره فيه فلوس آه فهمت خاطر مدعم بطريقة كبيرة مصنع المركزية لو كان فهمه اتفاق حل من الحلول والأصناف هذه كل خاصة اللي سعر متاحها منخفض ولي ما تقلقش لو كان رفع الدعم عليه ما يقلقش المواطن مثلا أنت المواطن هذي كتقوله فعو دينار وخمسة مية وعندك اضطرابات في التوريد وأن حطوه بدينارين وخمسة مية وما عندكش مشكلة تقولك حطولي بدينارين وخمسة مية يعنيش اليوم ما تحلتش مع أنت الحكاية إذا كان ويقف على دينار بش نزيدوه في الباقر يلزم هذا اتفاق بين المصنع وإحنا مستعدين وذي يطرحناها على السؤالات في عديد المرات رفع الدعم على الأدوية اللي السعر امتاحها بسيت اللي ما يقلقش المواطن إنه وليت وكنقول رفع الدعم ليه حتى كنقوله رفع الدعم كان حاجة كبيرة هو المواطن بين دينار ونص ودينارين ونص ولا ثلاثة دينارات في الشهر العربة في الشهر ما يقلقش أما الساشيف معناتها في الجملة إذا وإحنا نقدمه في حل اللي نجمه نمشي فيه كمصنعين خاطر المصنع ما نجمش يخدم بالخسار ما تجمش قول مصنع تاكلوا فيه متاعك 2500 وانتي بيعوا بدينار وخمسة مية في السوق وراحة القارن تونس يمنع المصنع باش يمشي باش يخدم بالخسار ونجمه في الأدوية هذية احنا مستعدين باش نعمل مجهود باش ربح يكون ضئيل جدا هي مش حاجة كبيرة معناتها القيمة المالية اللي باش تزاد لكن علش ما تزادتش ووفروا للناس معناتها الدول الأساسي اللي هما يعيشوا به هذي حاجة من الحاجات اللي يظل يلزم لوزارة تعم فيها مجهود يلزم تعم فيها مجهود ويلزم تصير تفاهم زادا من المواطن باش يجيل للعلبة اللي كانت بدينار وخمسة مية كنت توليله بدينارين وخمسة مية مازي مش يتقلق خطر هو طوال بدينارين وخمسة مية وراه تقعد بدينارين وخمسة مية أرخص برشة من الأسعار المعمول بها في العالم وحتى في بلدين المجاورة لنحن معناها الأسعار خيئة في تونس على الأخر مقارنة منش نحكي على القدرة الشرائية نحكي مقارنة بالأسعار المعمول بها ما نحكيوش على أوروبا ولا البلدين ولا أمريكا والحاجة نحكيو البلدين المجاورة الأسعار في تونس أرخص من الأسعار في البلدين المجاورة طيب ستارك هل أنت محا رفع الدعم على الأدوية وأنه اليوم يعنيتها العملية تتحل ويتم رفع الدعم على الأدوية وتولي الأدوية موجودة وبأسعار معناتها حسب جيب المواطن التونسي أحنا ما نطلبوش برفع الدعم على المطلق لا هذه أمور بين سياسة الدولة أحنا ما نشتدخل في وبالعكس الأصناف اللي يمكن دولة تحس لازم هالدعمهم أحنا ما نحترم أنا نقول على الأصناف اللي الأسعار متاحهم منخفض اللي كيف ترفع الدعم المواطن ما يتقلقش واضح كيف على أدوية متاع دينار وخمسمية ودينارين وثلاثة دينارات اللي كيف ترفع الدعم وتولي حتى بخمسة وستة دينارات علبة في الشهر المرض مزمن بستة دينارات سبع دينارات ما هيش حاجة تكون متوفرة مع هذا كانت ثم برشة زيادة على مستوى الأدوية مع أنت الباكو اللي كنت شريه بعشر أليف ولا بستة شنالف أدوية اللي كان بتسعتاشن دينار توا ساعة تلقاه في الأقرابة سبع وشرين دينار يعني اللي هنا شبك أضحكت سيطارق أضحكت على خاطر موصحي 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 على خاطر من شهر جوان الفين وواحد وعشرين ما فهم حتى دوية يغلق في تونس من شهر من جوان وواحد وعشرين عنا عام وثلاثة شهور طوال عام واربعة شهور ما فهم حتى دوية يغلق هذي أكيد متأكد معلومة هذي وزيادات متع ستة في المية ما فهميش حتى زيادة صارت من جوان وواحد وعشرين وإحنا كمصنعين مطالبين بزيادات واحد وعشرين صاروا زيادات قبل جوان وواحد وعشرين رأوا التكلفة متع الدوية هو ما صارش زيادات ما أنا أحكي لك بش نسكروه الموضوع متع زيادات التكلفة متع الدوية في التصنيع المحلي رأي تكلفة مرتفعة رأوا في تونس نحبه الدوية عنده جودة عالية نحبه المواد الأولية تكون كاليتي كبيرة نحبه المصنع يكون مطابق المواصفات العملية نحبه العالمية نحبه الناس اللي تخدم يكونوا متدربين يكونوا أكفاء هذي كل في تكلفة كبيرة ويلزم هكاكل مش مانا نحبه نطيحه وحنا من المستوى يلزم هكاكل أما يلزم مراعاة تكلفة ويلزم باش نحافظه على النسيجة الصناعية متاع تونس يلزم المصانع والشركات من المصانعين في تونس يكون عندهم يتنفسوا شوي يكون عندهم شوي ربح ما يكونوش عندهم مشاكل مالية وعندهم مشاكل في الرونتابلية متاعه هذي اليوم اللي ولت مشكلة حتى في الصناعة المحلية على خاطر الأسعار ما تحركتش وعلى خاطر التكلفة كبيرة تبرشة أنت الدولار من 2.8 إلى 3.2 هذي عنده انعكاس مباشرة مباشرة على السعر الدويات اللي مواردة حتى الحاجات مثل الباكاتجينغ كلهم مغلاو اللي بالعاملة كل غلقت ما نهيه والأسعار قاعدة مستقر ولينا نتحط على ترشيد الاستهلاك متاع الأدوية بالنسبة ليك بأي منطق والله اللي نرى الترشيد مثلا كان دوية مش موجود نعاوضوه بدوية جانيس مصنع محلين يزم هذي تدخل في الفكرة مطال مواطني للكل كيف الصيد اللي يعطيه بدلوا دوية وقلوا هذي مش موجود أما هذي يروا كيف هو بالضبط نفس المادة الفعالة ونفس التركيبة وكل شي ويزم مواطني يتقبل طريقة عادية كما معمول به في أوروبا كما معمول به في بلدان أخر الحاجة الثانية فما أدوية اللي تعطي نفس المفعول العلاج اللي سمى بديل علاج هذي يلزم الناس نتأقلمه شوية مثلا تاخوي انتي مضاد حايوي ولا تاخو انتي انفلماتور مضاد للالتهاب مثلا إذا كان الدوية اللي كتبوا طبيب ما مش موجود ولا ناقص شوية النجم الصيد اللي يعطيه مضاد الالتهاب واحد اخر اللي موجود اللي عنده نفس المفعول نفس المفعول العلاجي بخلاف الطبيب اللي نجم يبدل الصيد اللي نجم يبدل يلزم شوية سوبلاس في التعامل مع نوعية الدواء اللي بيش نستهلكوه هذا ينقص من حدة متاع الأدوية الناقصة اتساترا ويظل في الترشيد فما فكرة اخرى حنطرحناها ونحب نعود نطرحها اليوم يلزم نقصوا المسؤولين متاع الصيدلية المركزية ما نطالبوش بحلين معنا فتح الباب للخواص لاستيراد الأدوية ما نيش نطالبو به معنا هذين مونوبول دوليتاء يقعد مونوبول دوليتاء ما نيش مشكلة بالعكس يمكن حاجة بهي للبلاد اللي نطالبو به في الفترة الصعيبة هذي اللي تمر بيها للصيدلية المركزية وتمر بيها للبلاد الكل نجيو رشدوا الاستيراد متاع الأدوية مثلا أي دواء اللي عنده بديل جنيس مصنع محليا نوقفه ممتنمه مدة عام والعميل نوقفه التوريد متاعه وثمع زادة ستارق أدوية معناتها حياتية ولازمة وما يستوردهاش وما عندهاش بديل جنيس أيها نقول معناها الفلوس اللي عنده السادرية المركزية والإفار اللي بيش تعملوا الدولة تجيب بيها أدوية اللي تحكي عليها أنت الأدوية الحياتية والأدوية الأساسية اللي ما عندهاش بديل موجود فيك نعتيك مثل الناس اللي يتعالج ضد الأمراض السرطانية مثلا وليتعالج وتتلقى في علاج كيميائي وعلاج قاسي يعني ثم دواء اللي وقت اللي يأخذوا معناتها العلاج الكيميائي ما يحسوش لوجيعة وما يحسوش معناتها اللي زفئة انديزيغاب نجم نقوله معناتها العراض الجانبية متاع العلاج الكيميائي هذيك الدواء هذي مقطوع ما هوش موجود في تونس كان قبل اللي يجيبوا فيه ومبعد قطعوه من تونس الدواء هذي تلقاه في الخارج ما بين 25 دولار ولا أورو وأربعين دولار كيجي لتونس معناتها ثم ثم صيدليات يجيبوه لكن تلقاه ب 350 و 450 دولار وعفوا دينار ويخضع معناتها للمضاربة حتى بمعناتها وكأنه مخشي نواغ بش يتبيع هذي غير طبيع ما يجبش يكون موجود هذي موافق كمية في المياه ما يجبش يكون موجود والأدوية الحياتية والأساسية اللي ما عنداش بديل مصنع محلين وقال بديل علاج يلزم تكون متوفرة في البلد هذي شكون يلزم يطرح معناتها يقول لك جيب الدواء هذي راه وليزم هاني يقول لك أنا تقول لك كان نقصه كما الأمراض التنفسية كانت الدواء يتزادها معناتها يتم استيرادها من الخارج واللي هي تعالج الناس اللي عندها لازموا ذي قد نفسه وغيره دوما عندها ثم بديل جنيس يقول لك عندك كان الدواء هذي تاخده اي شون مشكلة نفس اللي فيه نفس اللي فيه نفس اللي فيه إلا كان فهمه بديل يجب ناخده البديل شون مشكل ما فهمه حتى مشكل معناه أنا مشكلة في الأدوية الحياتية والأدوية الأساسية اللي ما عندهاش بديل مصنع محلين وقال بديل علاج هذوكم اللي يلزم الصيدلية المركزية تركز عليهم هذوكم فقط اللي يلزم يجيبه وبقية الأصناف الكل يلزم نعملوا على الصناعة المحلية مية في المية معناه كل دواء مصنع محليا والنجمة صنع محليا نوقفوا الاستيراد متاعه وكذا هو الحل بالنسبة لان هذي الحل لاني الحل الثاني الأدوية المدعمة اللي سعر متاحها رخيص نرفعه الدعم ونعملوا على الصناعة المحلية ونصنعوها محليا بتكلفة معقولة وبها مش ربح معقول واللي كانت رئيس الغرفة معنا نجم نحكي باسم مصنعين المصنعين مستعدين مش عام مجهود في الاتجاه هذي وقلناه الكلام هذي الحاجة الثانية التسريع في اعطاء الرخص الترويج بنسبة للمصنعين التوانس انتي اليوم كي تطرح تقدم ملف للتشجيل وقال بثلاثة سنوات بشي السجل المنتوج معنا كيف نسرعه في الهدى يدخل في اطار مراجعة لإطار التشريعي يدخل في اطار مراجعة التشريعي وقاعدين نحكي وفيرا وفما تجاوب كبير مسؤولات في وزارة الصحة أما دي ما نقول يجب الإسراع في في الإصلاحات هذي هذه حاجة من الحاجات ثلاثة معناها اقتراحات اللي نجموا يخفوا العبق على سيدلي المركزية وخليه سيدلي المركزية تركز على الأدوية الحياتية اللي والأساسي اللي ما عندهش بديل للمواطن بحق ما عندهش حتى اختيار آخر معنا مشكور جدا سيتارق الهمامي على الحضور معنا رئيس نقابة تصنيع الأدوية شكرا نيك على الحضور معنا وإفعالنا بكل التوضيحات هذه وفسرتنا مليحة الموضوع الإشكال وين يقع والحلول اللي اقترحتوها انتما كأيضا غرفة لتصنيع الأدوية شكرا نيك مرة أخرى شكرا نوصل معكم شو مع راوية ثم نرجع لكم احنا رجعنا لكم توا بعد ما الجيجة عدت أربعين دقيقة في الفور خرجتها باش نشوفوا مبعضنا كيفاش باش نسقيوها بالجوء اللي ديجا خرجته وحادة راولة زدناها لميلة حتى شيء هذي جوء اللي خرجته الجيجة بالوفاح متاعه بالكل بينسوخ حاطينا شوية زيت من لوتا طويك نسقيوها بالطريقة هذي ورجعوها تيب نص ساعة أخرى هكيكا احنا واللون اللي حاشتنا بيه باش تبدأ 100% طيبة والكل هذي هي الطريقة مترق بالنسبة للجيج الغوتي فما برشها ترق فما كل واحده كيفاش يحبي طيب هاينا تعجبني طريقة هذي خاطرها ما جي الشيحة جي هكا ترية والكل فما شكون يعملها في الفسا شيء احنا كل مرة نترقوا هوني الطريقة مترق نتعضي وتويكا للمرحلة الاخرانية اللي هي السلطة خذت روز أبيض عملت اسمطه في شوية ملح استقطرته من بعد زدتو شوية ميس شوية لوبيا حمراء قصيت عليه كابتين تماتم شوية زيتون أكحل شوية زيتون أخذر ووسمطت الجلبانة بتاعي الجلبانة هوني نشوفوها خذرة على خطر برش عبيدي يقول لك تظهر ناية هي ليه ميش ناية اللون باش نحافظوا عليه اللون اللي الخضورية هذيكا لازمنا من بعد ما نطيبوها في كل شوية الملح وفي الماء سخون بيانسور نستقطروها ونحطوها في ماء بارد وإلا نحلو عليها السبالة المهم ما يكون بارد باش هكيكا تقف على الكويصان بتاعها وتقعد خذرة بالطريقة هذية طيب ما بقالي كمش نزيد نقوصلها النعنيع المعد نوسهم هوني وهوني الفينيجريت متاعي باش تكون نصف مغرفة مايونيز معها نصف مغرفة موتارد باش نزيد زيتون أخذر شوية ملح شوية في الفلك حلو عصيرة قارس وهكيكا باش يكون طبق سلطان تانا حاضر وتوى نعطي الكلمة لفاتمة نرجع معكم للبلاتو شكرا راويا مشوا مباشرة القيبس مع زميلنا خميس بوبتان نقولوا لأصباح النورة هلا وسهلا أصباح تحية لك ولكل المشاهدين القناة الوطنية الأولى كما ذكرت فاتمة نحن موجودين في قابس ولكن تحديدا في منطقة تشنيني الجميلة واحة تشنيني التي يستطاف فيها العيش بتويت الحالي يجي القابس يشوف كداش جميلة هذه الواحة إلى بقية الواحات الأخرى ولكن نحن موجودين في صلب مشروع مهم لتثمين مستخرجات والفواظ للواحة نعرف فيه برشة فواظل ولكن تم تثمينها واستغلالها هذاك علاش جمعية هي الهدف أحدى الجمعيات البارزة في منطقة تشنيني التي قامت بالمشروع هذه لتثمين مخلفات الواحة من خلال مشروع وحتنا هي ثروتنا هذاك علاش متحدث في التفاصيل هذه مع السيدة سمية رزقلة وهي رئيس جمعية هي الهدف سيدة سمية مرحب بك محب بك عايشك سيخميز وشرفتونا اليوم بحدانا في واحد شنيني مشروع وحتنا هي ثروتنا ممول من المعهد الفرنسي بدناه من نوفمبر 2021 وتبارك الله كما تشوفوا مازلنا متواصلين في العمل عملنا ورشاية علمنا السعف لكسب سمار وتبارك الله ولا عنا كماندات ولينا نخدمه معناها سير كوماند وخلقنا مواطن شغل للحرافيات كيفاش انتلقتوا تبارك الله المستخرجات الواحة كما نشوفوا فيها توا مع زمينا اخونا بالجسم شريف وبالبابة الحاج مبروك بارشا حرافيات ماشاء الله تبارك الله عليهم هذو مكانوش خدمو مكانوش متكونات فيهم اللي كانت تعرف ما حسنت في المنتوجهم تاعهم وفيهم اللي مكانتش عندها حتى ديراية خطر عملنا رسكلا ومعناها نوعنا في الورشات تكونوا في كل شيء تبارك الله وتحصلوا على شهيد مديوين معناه من الارتزانة مديوين صناعات تقليدية وماشاء الله وصلوا حتى يعلموا شو اللي اختصاصات اللي تعلمت توا الصعف توا ركزنا ياسر في الصعف دخلنا فيه تصميم دخلنا فيه ديزاين دخل فيه بروژي جديد الحياة الجميلة الممول من تونس أرض اللجوم على الأفارق من جنوب الصحراء وبدعم من جمعيات أخرى زدوا مولونا في الصعف في الصعف وفي الجلد مش زدنا معناها نجمنا نزيدوا نتواصل ونكملوا المشروع من المخلفات متع الواحل اللي كنا من استغلوهاش ولا تستغلوها ولا تمورد رزق البرشة نساء ولا دخل بالنسبة له صحيح مش كان معناها النساء زد بأنواعهم راهوا فيهم حتى عنا شكونا المتخرجين متحصلين معناها شهادة الشهادة الجامعية فيهم المتحصلين على الماجستير دخلوا معنا في المبعد في الديكوراسيون والزيد واللمسة متاعهم الخاصة وزيد أعطانا أمل اللي راهوا نجمه وكان حبوا نغيروا رابدينة مش نغيروا الوضع يعطيك ساحب برك الله فيك سيدة سمية رزق الله بالقسم باش نمشيوا إلى إحدى الحرفيات اللي في الحقيقة تشتغل هي ما كانت في لحظة من اللحظات ما كانتش تشتغل في المجال الهدية ولكن تكونت والآن ما شاء الله تعرف عليك مرحبا بيك مرحبا بيكم اقمر ناصر حرفية في جمعيته الهدف تكونت في الجمعية هدية وبقيت أني وزملائي معناها عملنا معناها مجموعة باش نخدمو مع بعضنا لو المخلفات متاع الواحد كنتم تترشوا فيها ما تستعملوا بتصبيعك يتدخل للغابة مثال تلقى كل شيء تلقى العرجون تلقى الأسعف تلقى الكرناف تلقى كل شيء معناها في الجمعية الهنية عملنا تكوين في كل مجالات في الكرناف في العرجون في الأسعف عملنا في القصباء يزادئ القصباء اللي هو موجود هذا في الواحة والكل المنتوج متاعكم عليه الطلبة الآن بطبيعة عندك السعف معناها مطلوب في كل شيء في المضلة في الكرباء في القفة في المروحة في السوبلة في برشة أنواع أنا مثال قبل نعرف المضلة هذا كهو نظفر يعني كهو ما نعرفش الحاجات الأخرى كي جيت لهنية تكوينت بفضل المكونة عزيز علمتنا كل شيء معناه علمتنا السوبلة علمتنا الكرباء ولا عندكم دخل بطبيعة بطبيعة نعم معناها ننتجو وعندنا الدخل يعطيكم صحة إن شاء الله موافقة برك الله وفيك هذه عينة فاطمة من مجموعة من الحرفيات ولكن بتبقية الحال المشروع هذه تتكاتف فيه برشة أعتراف من الدخلة منهم جمعية النور للأعمال الخيرية في منطقة سيد أحمد بن خليفة أنها برئيس الجمعية أنتم وين دخلتم في المشروع دور لجمعية النور للأعمال الخيرية هو مساعدة العائلات المحدودة الدخل معناها لخلق موارد الرزق وقت لشوفنا جمعية هذه جمعية هي الهدف قاعدة تقوم بالتكوين معناها العائلات هذه في المجال السعف وكل شي حبنا أن ندخل كيفاش طريقة الدخل متعنا قمنا بشاركة معهم شرينا ما قالت خياطة للجلد بشارة تثمين معناها للمنتوج هذا وهو إضافة معناها لمسة من الجمالية على السعف هداية مثلا ناخذ القفة نعمل ديزاين بالإضافة الهداية هو البيه الفايدة هو الموارد الرزق للعائلات لانسال في المنازل المتاح بطبيعة خطر جمعية الهدف هي تعمل تكوين وبعد تخلي العائلات هذه تختم على روح تندش دورنا هو المرافقة للعائلات هذه نجم نعاونوهم مثلا في شراء المواد الأولية كانت صحف ولا كوير ولا هاجة نعاونوهم بشوي فلوس ياخذوا المواد الأولية هذه باش نجم يكونوا معناها المورد الرزق قار ليهم والعائلاتهم ويكبروا المشروع متاحهم بشوي بشوي ما إن شاء الله وجود قرية حرافية 2023 بقدرة ربي في شنيني معناه معناه الناس يلقوا وينشطوا يلقوا وزاد معناه إحاطة ويلقوا فضلات أخرى يدوا تكوين مثلا احتراف أكثر وبقدرة ربي نحن ندون المساعدة سيد أحمد فاطمة كانت هذه فكرة بتبعت الحان على هذه القرية القرية إن شاء الله الحرافية الصغيرة إن شاء الله تكبر في شنيني من خلال المشروع هذه المشروع هي الهدف في مدينة شنيني جابس فالحقيقة تثمين كبير لمخلفات الواحة ولكن موارد رزق كبيرة للعائلات هنا وخاصة للفتيات ونساء الموجودات في بيوته هنا فقط لو تسمح فاطمة في نهاية مطاف في الحقيقة في متابعة للخبار اللي هم متابعة مستجدات حديثة فقدان الاتصال بأحد المراكب الصيد مراكب المهاجرين غير النظاميين اللي اتحدثنا عليه يوم أمس في مدينة جرجيس إلى حد الآن العملية البحث مزلت متواصلة على مستوى خلية الأزمة وحدات الجيش البحر كذلك وحدات الحرس البحري وكذلك البحرة ولكن لا خبر إلى حد الآن يقيني بخصوص العثور على هؤلاء المفقودين إلى حد اللحظة هو رجاء صراحة مش ننقلوها على لسان عائلات هؤلاء المفقودين أنهم يثبتوا برشا ناس تدخل في الموضوع هذا خاصة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي ولكن تعطي في أخبار ما هيش صحيحة ولجنة الأزمة اللي موجودة في ولاية المدين مزات مواصلة في العمل المتاحة من أجل العثور إن شاء الله على هذا المركب المفقود يعطيك الصحة اللي كنت يزيد خميس بوبتان دي ما تدخل معنا وتعطينا كل ما جديد وكل ما يهم الجنوب التونسي مشكور جدا على التدخل معنا وإفادنا بكل هذه المعلومات نحن نرجع معكم للبلتو نمشيوا الأحلى نغم وخليكم معاه نغم صباحي ثاني يجيكم بصوت نانسي عجرام ثم نرجع ترجمة نانسي اللي مخلفش بقنا ماشمعش من الحنية ومدقش الحلوية حلوى الأيام فعلي علشان خلفش بني ولا شفت الأرض تهد ولا مهنت الحد سقف والقص يولا الفرح ملوش معا تحكتها لما تولد بتكثر في الأعياد يا بنا يا بنا يا بنا ماشمعش من الحنية ومدقش الحلوية حلوى الأيام فعليك على شرق من الميا ولا شفت الأرض تهد ولا قلت الحلوية عصفير الجنة يا توتا تعصر لك شهد الدودة ترقص لك فوق شباكي وانصغرت لك سغلوتة متردت لها فتفوتة شوكولاتة بالبسكوتة ونغيها يا حلوى نغيها حتنهي لك عن نور مش خايفة لي متسفر من صغر تفغم أو عرفة عيزة طاطحة عروسة من دي أدوك يا بنا يا بنا يا بنا يا بنا يا بنا يا بنا ماشمعش من الحنية ومدقش الحلوية حلوى الأيام فعليك على شرق موسيقى موسيقى موسيقى